تحياتي بناء على طلباتكم واسئلتكم في التعليقات على الفيسبوك ايش الانف تي وعملنا شرح بسيط عن الانف تي ففي قل من ثلاث دقائق راح نحكي عن الانف تي الانف تي اول شي هو مصطلح باللغة الانجليزية اختصار لنان فانجبل توكنز اللي هي الرموز الغير قابل للستبدال لو ترجمناها للغة العربية لو بدنا نحكي مثلا عن العملات الرقمية البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية فهي عملات رقمية قابلة للستبدال بمعنى انه انت معك واحد بيتكوين او اقل من واحد بيتكوين نكمل كمية بتقدر تبدل هاي الواحد بيتكوين او البيتكوين اللي موجودة معاك في اي شي ثاني بتقدر تدبرها في دولار تبدلها في اي شي بدكية فانت هيك هذي صفة العملة عملة قابل للستبدال الانف تي هو أصل غير قابل الابس التال بتم تخزين الانف تي بكود أكواد معينة في البلوكتشين وهي موجودة على نفس البلوكتشين الخاصة بعملة الرقمية العملة الرقمية اللي هي إثيريوم فشو الموضوع؟ الموضوع مثلا أنه بتقدر أنت ترسم رسمي على تفتح مثلا ويندوز وتفتح الرسام وتخربش لك خرب أي شيء هيك وتعمل رسمي وتفوت أنت على المواقع الخاصة بتداول الانف تي وتدرج هذا كأصل انف تي كرمز غير قابل الاستبتال وتعرضها تقول مثلا أنه بدي فيها 10 دولار 20 دولار 30 دولار 100 دولار أول كمية اللي بدك إياه فأنت بكل بساطة أي شخص بقدر أنه يعمل أي شيء ديجيتال واللي نقصد فيه الأصل الرقمي ديجيتال باللغة العمية أي شيء بتقدر تخزنه على الكمبيوتر الخاص بك يعتبر ديجيتال سواء صورة جيف سواء مقطع فيديو مقطع موسيقى صورة أنت يعملها على الرسام أي شيء ممكن أنك تخزنه على الكمبيوتر أو على الانترنت بتقدر تحاوله لانف تي فبالتالي بتقدر الدوله لما تسمع أنه مثلا جاك تورسي مواسس تويتر باع أول تغريدي لإله على تويتر أو أول تغريدي على تويتر بتقريبا مبلغ يعني تقريبا أقل أو بزيادة شوي 30 مليون دولار لما تسمع أنه ميم لكلب اسمه دوج انباع بأكثر من 4 مليون دولار فبتعرف أنه سوق الانف تي سوق الكل بيدور عليه ومطلوب جدا البعض بقول أنه في بعض الناس بيجمعوا هاي الأمور للهواي موضوع غريب طبعا إذا بتسمع أنه حدا بيدفع مليين كهواي والبعض بيستثمر في هذا الموضوع يعني بيشتري أصول رقمية وبعرف أنها رح يرتفع سعرها فبستخدم الموضوع كأشبه بالتداول في الانف تي وعدي عندكم أي سؤال بالنسبة للموضوع تركوه في التعليقات رح أكون سعيدة بالإجابة عنه